يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكي أنا على شاشة القناة الأولى بيكون معاكم رانيا السيد كل يوم حد طبعا زي ما انتم متعودين اننا مهتمين جدا بكل ما هو جديد في الوسط الثقافي وزي ما كلنا عارفين ان جايزة الفوكر بتعتبر واحدة من أهم الجوائز الأدبية في الوطن العربي كله بيفوز بيها الكتاب المتميزين النهاردة بقى هيكون عندنا مفاجأة هيكون عندنا ايه النهاردة هيكون معانا انفراد ليحكي أنا معانا الكاتب والشاعر العماني الأستاذ زهران القسمي واللي هينورنا على شاشة القناة الأولى من خلال أبليكيشن زوم لأول مرة في كل المحطات ودي بتعتبر المرة الأولى لزهوره في كل المحطات المصرية زي ما قلت لحضراتكم هيكلمنا عن رواية تغريبة القافر واللي هيكلمنا عنها أكتر وعن تفاصيلها وعن ظروف كتابتها وعن كل التفاصيل وعن أبطالها والرواية دي فازت بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية هنعرف منه أكتر عن موضوع الرواية وعن شعوره بفوزه بالجائزة معنا كمان كتاب في الستوديو النهاردة بنوعية الكتب النفسية واللي أنا شخصيا بفضلها جدا زي ما حضراتكم عارفين الحقيقة كقرقة طبعا بحب فيها إنها دايما بتفتش جوه النفسية كل واحد فينا بحب فيها إن هي دايما بتقول النفس البشرية ممكن تكون بتتعرض لإيه ونتعامل معها إزاي وبتأكد إن مش كل حاجة في حياتنا سهلة بالعكس هي حاجة أحيانا بتكون معقدة جدا ولكن الحقيقة إن الكتاب بتاعنا النهاردة هيكلمنا عن كل ما يخص حياتنا الإجتماعية من كل النواحي هينقش ردود أفعالنا هينقش طريقة كلامنا هينقش طريقة إدارتنا في الشغل وطريقة إدارتنا لحياتنا بشكل عام هيقول لنا كمان إزاي ممكن نبص للأمور بطريقة مقلوبة يعني ممكن نفكر بطريقة مختلفة ممكن نشوف الحكاية من زاوية جديدة الكتاب اللي معانا اسمه إعدلها هتفرق للكاتب الدكتور مصطفى الباشا هو طبعا محاضر العلوم الإدارية وخبير تطوير الذات هنعرف منه تفاصيل أكتر عن الكتاب